آداب الحوار عدم مقاطعة المتحدث مرحبا أصدقاء الصغار اليوم سوف نتعلم آداب الحوار لتربية سليمة هيا نكتشفها معا من أحد أساليب الحديث عدم المقاطعة أثناء الكلام فالمقاطعة أثناء الحديث هي عادة غير محبزة وإن من الأداب التي تعلمناها هي عدم مقاطعة المتحدث لأن الجميع يكون مندمجا بمتابعته فإذا قاطعه أحد فإن ذلك قد يسبب تشتتا له إن مقاطعة الآخرين أثناء الحديث هي من أكثر ما يضايق المتكلم فمقاطعته تسبب له الارتبار حسب رأيكم أصدقاء الصغار ما هو الأسلوب الجيد؟ أحسنتم أصدقائي هذا هو الأسلوب الجيد أحسنتم أصدقائي هذا هو الأسلوب الجيد